بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاته السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قال في باب ما جاء في منكري القدر وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الإيمان بالقضى والقدر هو أحد وركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر خيره وشره كله من الله فوذلك بأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطعك لم يكن ليصيبك ليصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف كما في الحديث فالإيمان بالقضى والقدر واجب على كل مسلم وذلك بأن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطعه لم يكن ليصيبه وأن هذا شيء مفروق منه سابقا فلا تغيير فيه ولا تبديل منه فهو واجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن به ويصدق به فإن لم يؤمن بالقضى والقدر فليس بمؤمن نعم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قال قوله وفي المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي وهو أبو بسر بالسين المهملة وبالباء المضمومة ويقال أبو بشر بالسين المعجمة وكسر الباء وبعضهم صحح الأول واسمه عبد الله ابن فيروز ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم نعم لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم سبحانه وهو غير ظالم لهم لأنهم يخطئون ويذنبون ويسيئون ولكن رحمة الله واسعة فمن رحمته أنه لا يعذبهم في ذلك بل يغفر لهم مغفرته أوسع من غضبه سبحانه وتعالى نعم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو رحم الخلق لكانت رحمة الله لهم خيرا من أعمالهم لأن أعمالهم قليلة بالنسبة ما يجب عليهم ولكن الله يغفر عن الخطأ والزلل ولا يعاجل سبحانه بالعقوبة وذلك من رحمته بعباده نعم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر لو يقول لو يقول هذعفه لو أنفقت مثل أحد مثل جبل أحد الجبل العظيم الذي حول المدينة لو أنفقت ما يزن أحد من الذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر ودل على أن الإيمان بالقدر لا بد منه لكل مسلم ومسلمة نعم حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا تفسير الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار لو مت وأنت لا تؤمن بالقضاء والقدر لكنت من أهل النار لأنك فاقد لهذا الواجب العظيم وهو الإيمان بالقضاء والقدر نعم قال فأتيت عبد الله ابن مسعود فقال مثل ذلك وافق وافق عبد الله بن زيد فيما قال في ميزان الإيمان بالقضاء والقدر نعم قال فأتيت عبد الله ابن مسعود فقال مثل ذلك ثم أتيت حذيفة ابن اليمان فقال مثل ذلك نعم الصحابة هؤلاء الصحابة وافقوا على أن الإيمان بالقضاء والقدر أمر واجب متحتم ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر لا كبه الله في النار نعم قال ثم أتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وأخرجه ابن ماجة نعم قال أتيت عبد الله ابن مسعود فقال مثل ذلك نعم ثم أتيت حذيفة ابن اليمان فقال مثل ذلك ثم أتيت زيد ابن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك نعم كل هؤلاء الصحابة الكرام توافقوا على أن الإيمان بالقضاء والقدر عمر متحتم وأن من لم يؤمن بالقضاء والقدر لا كبه الله في النار وما معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ذلك مكتوب في القضاء والقدر وقال العماد بن كثير رحمه الله عن سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله نعم وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره نعم فالإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره وكذا رواه الترمذي عن النظر بن شميل عن شعبة عن منصور به ورواه من حديث أبي داوود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة نعم كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فالقضاء والقدر الإيمان به حتم لازم على كل مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة زاد بن وهب وكان عرشه على الماء كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه أرش الله جل وعلا على الماء وهو ماء فوق السماء ماء فوق السماوات نعم ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب حسن غريب الحسن ما كان دون الصحيح وغريب الغريب ما انفرد بروايته شخص واحد نعم وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر كل هذه الأحاديث وما جاء في معناها فيها أن من لم يؤمن بالقلاة والقدر لم يكن مؤمنا نعم وهي الحجة على نفات القدر من المعتزلة وغيرهم وهذه الأحاديث الصحيحة في الإيمان بالقضاء والقدر حجة على نفات القدر من المعتزلة وغيرهم المعتزلة سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصر رحمه الله فسموا معتزلة اعتزلوا مجلس الحسن لأنه لم يوافقهم على معتقدهم الباطل وهو عدم الإيمان بالقضاء والقدر نعم وهي الحجة على نفات القدر من المعتزلة وغيرهم ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار من مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار وهذا ضلال مبين لأن أهل المعاصي يتفاوتون فمن كانت معصيته تخرجه من الإسلام فهو خالد في النار ومن كانت معصيته دون ذلك فإما أن يعذبه الله بها وإما أن يغفرها له ويتوب عليه وهذا أقرب من الله سبحانه وتعالى فإن مغفرته سبقت غضبه نعم ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي تخليد أهل المعاصي في النار وهذا ضلال مبين فالمعاصي التي دون الكفر دون الشرك تحت المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء الله عذب بها بقدرها ولا يخلد صاحبها في النار كما يعتقدون ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا نعم والعياذ بالله فهم حكموا على أنفسهم بأنهم يخلدون في النار نعم وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار نعم عدم تخليد أهل الكبائر من الذنوب في النار فالله رحمه الله تعالى فيه مسائل في هذا الباب يعني الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر نعم وأن من لم يؤمن بالقدر أكبه الله في النار نعم الثانية بيان كيفية الإيمان به هو أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا معنى الإيمان بالقوى والقدر نعم الثالثة إحباط عملي من لم يؤمن به من لم يؤمن بالقوى والقدر قوله أكبه الله في النار نعم الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به المسألة الرابعة الإخبار بأن من لم يؤمن بالقوى والقدر فإن الله يكبه في النار نعم الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به لا أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقضاء هو القدر نعم الخامسة ذكر أول ما خلق الله أول ما خلق الله القلم قال لا أكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة نعم السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة نعم أن القلم جرى بكتابة المقادير إلى قيام الساعة نعم السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقضاء والقدر والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ إلا من الكافر نعم الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء نعم لأنهم سألوا ابن مسعود رضي الله عنه فعادة السلف أنهم يسألون أهل العلم فيما أشكل عليهم ولا يعتمدون على أفكارهم ولا على أقوال الجهال نعم التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط نعم أزالوا شبهته بالحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزول الشبهات إلا بذلك إلا بالكتاب والسنة نعم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلي وسلم على أبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين